ايام بولوس وايام بطرس كانت الكنيسة تجتمع في البيوت كانوا بيوعزوا في الهيكل وكانوا بيوعزوا في المجامع الاولى مثل اعمال رسل بتشوف رسائل او بتشوف خدمة بولوس الرسول كان بيبتدي في المجامع اليهودية ثم كان يروح لاماكن متعددة كان بيكرز بالشارع بيوعز بالشارع كان يتقابل مع جماعة من النساء على نهر في فليبي لحد ديت اليوم في كتير اماكن مغلقة للانجيل المؤمنين بيجتمعوا في بيت في بيسمنت تحت الارض بيجتمعوا في الغابة على جبل ما الرب حاضر في كل مكان عندما سألت السامرية يعني قالت للرب يسوع المسيح انتم تقولون في اورشاليم لان اليهودي كان لازم يدور يدير وجهه نحو اورشاليم عشان يصلي والسامريين لازم يديروا وجههم الى جبل جرزيم في السامرة فاجاب المسيح وقال الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجد له فاذا معتش الفكرة لا في هذا الجبل ولا في اورشاليم لانه السماء والارض لا تسع الرب فالله حاضر في كل مكان لكن حتى لو ابتدأت فكرة الكنائس الاولى اللي انا بتكلم على البناء لانه اليوم في ابني من القرن الثاني والثالث القرن الرابع الكنائس بسمو العصر البزنط اللي بتشوف اغلب الكنائس المواقع الاثرية اللي موجودة في هذه الايام وهي شهادة صادقة على كنيسة الرب شو كانت تخدم وشو كانت تعمل في زمن قريب جدا للمسيح والرسل والاباء القديسون موسيقى